وابدأ معك أستاذ إسماعيل في إسطنبول عن دوافع هذا الانتهاج للسياسات التصالحية تجاه دول المنطقة هل نحن أمام استراتيجية جديدة أم هناك أهداف تكتيكية ومرحلية محدودة؟ يعني كما تعلمون أن هذه المسار المصالحات والتطبيع وأعادة التطبيع عن صح التعبير بين تركيا والعديد من الدول في المنطقة هو ليس جديد وليس وليس وليد الأيام أو الأسابيع الأخيرة وإنما بدأ منذ أكثر من عام الكثير من الأطراف في المنطقة اقتنعت أن المنطقة برمتها انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى يمكن أن نطلق عليها تسميات كثيرة مرحلة من ناحية الاقتصادية مرحلة ما بعد كورونا من الناحية السياسية مرحلة ما بعد الربيع العربي ومرحلة إدارة بايدن الجديدة والكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية بأبعاد محلية وإقليمية ودولية طرأت على الكثير من دول المنطقة دفعتها لإعادة حساباتها والعمل من أجل تغليب المصالح الوطنية لدعم هذه المصالح لكل دولة وتغليب المصالح ينطلق من إعادة رسم خريطة التحالفات والابتعاد عن النزاعات التي أنهكت الاقتصاد وشكلت حالة من الخلافات السياسية الممتدة بشكل كبير ولكن القول أن التوجه التركي هو توجه التكتيكي أعتقد أنه غير صائب بالقدر أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان كان من أسس سياستهم منذ وصولهم إلى الحكم عام 2002 سياست سفر مشاكل ولكن استمر هذا الأمر حتى انطلاق طورة الربيع العربي جاءت الدول لتدخل في المنطقة من كل دول عالم من خلف المحيط وغيرها من المناطق وبالتالي أصبحت تركيا رأت نفسها مضطرة ومجبرة على التدخل العسكري انتهت سياست سفر مشاكل كانت هناك خلافات كبيرة وتدخلات عسكرية مباشرة كل الدول تقريبا انخرطت إما بتدخلات عسكرية مباشرة أو تدخلات عسكرية غير مباشرة في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها الكثير من المناطق اليوم المنطقة هدأت العملية العسكرية فيها وكل الأطراف تعود إلى طاولة المباحثات وتعيد ترتيب أوراقها من جديد ليس لتركيا مصلحة أن تكون على عدام أي من الدول المنطقة وتحديدا الدول العربية الفاعلة الكبيرة كالإمارات ومصر والسعودية وغيرها وهذه الدول أيضا ليس لديها مصلحة على الإطلاق أن تكون على نزاع مع تركيا كانت فترة نزاعات كانت فترة تدخلات عسكرية محاولة نزاع بين القوى الإقليمية نفسها أو بين القوى الإقليمية والقوى الدولية التي جاءت من بعيد لتتدخل في المنطقة وتركيا لا تنفي على الإطلاق كانت على الأرض فعليا وكانت جزء من التدخل العسكرية في سوريا والعراق وليبيا وغيرها لأرأت أنها حققت جانب من مصالحها اليوم تنتقل المنطقة لخريطة جديدة كل الأطراف تعترف أن التحديات كبيرة التحديات السياسية والاقتصادية وحتى الاستراتيجية على المادة البعيد كبيرة فيما يتعلق بمرحلة ما بعد كورونا في مرحلة اتفاقيات التطبيع مرحلة إدارة بايدن مرحلة اتفاق فيينا المنتظر واحتمالية التوصل إلى اتفاق جديد يغير خريطة المنطقة أو حتى إمكانية أن تفلت الأمور باتجاه تصعيد عسكري متغيرات كبيرة في المنطقة تفرض على كل الأطراف إعادة حساباتها وتركيا جزء من هذه الأطراف عادت حساباتها وصلت هذه الفكرة أستاذ إسماعيل مع دول المنطقة